اهلا بكم كتير من الطلاب بيخافوا جدا من الامتحانات كميسبب لهم فتس دائم بالقلق والتوتر والرعب كمان عشان كده بيواجهوا صعوبة في التحصيل الدراسي ممكن يسبب صعوبة في تذكر الإجابات وبالتالي الحصول على درجات منخفضة وعشان نتجنب كل ده ونقضي على التخوف من الامتحانات هنتعرف مع بعض على الامتحانات طرق اللي ممكن تساعد الطالب في التغلب على الخوف من الامتحانات واللي منها وضع خطة للتحضير الامتحانات والبدء بمراجعة الموضوعات التي تحتاج إلى تركيز ثم مراجعة الموضوعات البسيطة التي لا تحتاج للكثير من الوقت لمراجعتها كما يجب على طالب أثناء مراجعة وضع ملاحظات صاف الموضوعات التي يراجعها مثل التواريخ والأحداث والأشخاص أبيات الشعرس والتطاريات العلمية التي تواجه مشكلة في تذكرها سيتمكن من الرجوع إليها ومراجعتها كما أن تخصيص فترات راحة بالجدول الثاني الخاص بمراجعة الدروس قبل الامتحان يساعد الطالب على استعادة نشاطه من الحين والآخر أيضا الفصول على تستكافي من النوم ليلا ضروري للحفاظ على صحة الجسم والعقل ويساعد على الاحتفاظ بالمعلومات لكن يجب أن تكون مدة النوم ثماني ساعات كحد أقصى أيضا على الطالب أن يستخدم العناوين الفرعية ويكتفي بكتابة فقرات قصيرة بدلا من كتابة فقرات طويلة حتى يتذكر المعلومات التي تساعدها بشكل جيد في الامتحانات أيضا يجب على الطالب أن يتذكر دائما أن كل طالب فريد من نوعه بقدراته وأدائه لذلك لا يفضل أن يقارن نفسه بالآخرين وكذلك الآباء على التجنب ذلك حتى لا تتسبب المقارنات في فقدان ثقة الأبناء بأنفسهم هيأت الجو لأبنائهم وتأجيل أي مشكلات يمكن أن تفقد الطالب تركيزه خاصة أيام الامتحانات وصلنا لنهاية تغطيتنا تقبلوا تحياتي أنا إسراء إسماعيل دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة